زي ما قلنا لكم قبل كده من رجل جمهور كل كان بيتكلم وانتوا عرفتوا في مداخلة طلعت يوسف كابتن طلعت يوسف ان البديل قاليو ديانج طبعا هيكون حمدي فتحي وسريعا ناخد التشكيل الاقرب وهنقش طبعا مع نجومنا تشكيل الاهل الاقرب بعد طبعا الاعلان عن مسحة كورونا وغياب وليد سليمان وصالح جمعة وقاليو ديانج زي ما انت شايف كده اش الناوي علي معلول باكليفت ده التشكيل الاقرب يعني ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد وان كان طلعت يوسف قال ان رامي ربيعة افضل ان هو يكون موجود مكان ياسر ابراهيم عمر السلية وحمدي فتحي اجاييه وافشة وحسن الشحات ومروام محسن الناحة التانية الزمالك الزمالك قلنا فيه طبعا غيابات الوينش ووباما وعبدالله جمعة وبالتالي التشكيل الاقرب ممكن يكون اسلام محمد ابو الجبل اسلام جابر باكليفت محمود علاء محمد عبدالغاني احمد عيد طارق حامد فرجاني ساسي كاسونجو واشرب بن شرقي وزيزو احمد سيد زيزو ومصطفى محمد طبعا مهاجم نادي الزمالك وبالتالي ده التشكيل الاقرب وطبعا هننقشو مع نجوم ناكار ربا بيشارك فيه التدريبات الجماعية طبعا كان عمد الكرونة وتأكد ان هو الحمد لله شوفي منها والمسحة المسحة اللي عملها النهاردة كانت سلبية برضو مطحة عبدالهادي المدرب العامة يعني سلبية المسحة زي ما قلتلك اسلام جابر هو هيكون يعني البديل او هيكون باكليفت للعبدالله جمعة طبعا فيه برضو ازمة في الزمالك ان ناجمه وحزم امام لسه مش جهزين لغاية دلوقتي بشكل كامل وبالتالي هيكون موجودين على كتب البدلاء لكن ديكت البدلاء الزمالك هيبقى فيها مشكلة مشكلة طبعا باللعيبة الاسسية اللي باقت غايبة تلات لعيبة اوباما جمعة واللاعب التالت الوينش وبالتالي هيبقى فيه شوية مشكلة الزمالك غير فندق طبعا الاتقامة وزي ما قلت لك قبل كده محمول خطيب رئيس النادي الاهلي يتواجد ويقيم في معسكر الفريق ودايما المباراة يعني ادارة الناديين بيعتبروها طبعا هتبقى طبعا حاجة تاريخية للناديين بشكل كبير ده بالنسبة للمؤونية العرب طبعا ادى مرانو الاول في جبوتي استعدادنا طبعا لمواجهة سولار الارتاسولار بطل جبوتي في الكونفدرالية محمد صلاح طبعا في قيمة الفيفا المرشح طبعا لأفضل لاعب في العالم العشرين عشرين طبعا قيمة فيها محمد صلاح وماسي وكريستيان ورونالدو ونيمار ومبابي وساديو ماني وليباندوويسكي وديبا راين فاندايك راموس والكنتارا بقى تصويت الجماهيرة هيتم القفلوا بشكل رسمي يوم 9 ديسمبر والاعلان طبعا هيكون عن الفائز يوم 17 ديسمبر اخر حاجة معان خبر بقى مهم جدا وقالب الدنيا داخل اتحاد القورة واحنا في ظل بقى ايه الناس مشغولة بالاهل والزمالك والكلام ده كله لكن احنا عشان بنتابع شوية في الجوا التحاد القورة دي قصة كده زريفة في القسم الرابعة وطبعا الناس بتعتبر ان ايه في الاخصام التانية والتالتة والربعة احيان ممكن ايه نعمل اي حاجة فالاعلان مش هاخب باله وبعدين في ظل طبعا الاهل وازمانكو الناس مشغولة فالناس مش هتاخب بالها المهم يعني في ناديين كانوا بيت نفسوا على الصعود من القسم الرابع للقسم التالت نادي اسمه نادي دالفي ونادي من القسم الرابع طبعا جمع الاول طبعا تساوه في النقاط ثم بعد كده لما بتتساوه في النقاط بتشوف فارق المواجهات المباشرة برضو المواجهات المباشرة طلعهم متعدعين اتنين اتنين طيب بتروح بعد كده بتعمل ايه بتروح لفارق الاهداف لقوا ان نادي دالفي دوت في فارق اهداف عن نادي ام بي بي طيب ايه اللي حصل ان منطقة اسكندرية الكورت القدم طلعت او بعت الجواب لنادي دالفي قالوله انت اللي صاعد من القسم الرابع لقسم التالت ده جواب رسمي الناس استنت شوية وهم استنيين بان هيتم خلاص يعني منطقة اسكندرية ما فيش هي اللي بتدير برضو عشان الناس تبقى في الصورة ان الاقسام الرابع القسم الرابع المناطق هي اللي بتدير لكن في النهاية بترجع طبعا لاتحاد الكورة بعد ما تم الاعلان عن الجدول المسابقة المسابقة المفروض القسم التالت اتفاجئ نادي دالفي انه مش موجود طيب حلو مش موجود يبقى اكيد في حاجة حصلت واللي موجود نادي ام بي بي توجه المسؤولين في نادي دالفي الى الاستاذ واليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة قال لهم ان تم حجب النتائج بتاعتكم مع احد الاندية وبالتالي فرق الاهداف اصبح لنادي ام بي بي اما سألنا ويمكن انا حتى نزلت الخبر دوت النهاردة في المصف اليوم اما سألنا لقينا ان المهندس هشام حطب ده وفقا لكلام مسؤولين في اتحاد الكورة احد المالكين لنادي ام بي بي البعض قال ان في طبعا انتو عارفين فيها مجاملة فياش مجاملة قصادية اتكلمنا جالنا رد او جالنا رد من المهندس الشام حطب قال لي انا برضه علشان بنقلكم منتها العمانة انا مليش علاقة بالنادي وادارته وما بتدخلش في الامور دي ومليش علاقة بالقصة دي تردد ويمكن هو حتى نفالي وانا سألته دوت وحتى طلبت منه انه كان ممكن يدخل لكن قال لي لا اعفيني انا ما بدخلش لاني ما بدخلش في القصة دي وانا ما بدخلش كمان في الامور دي ومش معنى ان انا احد المساهمين او احد البلاك ان انا ادخل في الامور الفنية والادارية والقضائية وكل واحد طبعا بيشوف من حق اي نادي ان هو يشتكي ويتقدم بي تظلم لكن في نفس الوقت طبعا نفالي هو ان الفكرة يبقى ليها علاقة الناس ربطت ما بين صعود النادي وتمرير ريحة النظام الاسالي اللي هتكون الجماعية العمومية لاتحاد الكرة الفترة اللي جاية والبعض ربط ان ممكن لجنة المؤقتة برئاسة عمر الجنيني هتستمر الفترة الجاية يعني الامور هو نفالي الكلام ده والتماما نفال الكلام ده والعمانة برضو علشان انقل الكلام بمنتها العمانة خلينا نشوف الفترة اللي جاية وهتبع لكم القضية لان هي قضية لها علاقة باضاة الكرة في مصر واللي يهمنا الفترة اللي فاتت ان تتحسن ايه الكرة في مصر وده اللي تم خلال الفترة اللي فاتت نتمنى ان المسألة تبقى ماشية في كل الاخصان بشكل طبعا منضبط وفقا للدوايح